إحنا معنا تليفون معنا جورج. أهلاً وسهلاً. أستاذ جورج تفضل إفنداً. أهلاً بحضرتك، تفضل. بعد إذنك أنا كان عندي اتصال بس إن أنا كان على طول لي بقى بسعب الشغل وكده أنا بغلق بديه وبرجع متأخر بيبقى عندي إرهاق. وكيف هل ملتفيتي هيفرق معي أم لا؟ حاضر إفنداً، بليك أي سؤال تاني؟ لا، بس الإرهاق، بس وبيبقى أوقات مثلاً الهالات تحت العين متابعة للإرهاق. حركة بتبقى إمئين، ما بتبقى إزالي الأول. أنا أشكر حضرتك جداً، طبعاً حالاً دكتور دينة هترد عليك حالاً. طبعاً برشح لأستاذ جورج أكيد مدام هو عنده خمول وكسل. أنه يبتدي من ساعة ما شافني يستخدم ألفا مولتي فيتا يجيبه ويأمها من الصيدلية ويأمها عن طريق الرقم الزرع على شاشة. ويتأكد كمان من وظائف الكبد والكلة أن هما سلالين. أهم حاجة عندي أنه يبقى نتيجة مرض معين بيحتاج الدكتور فارن وطبيبه مع ألفا مولتي فيتا. يتأكد أن كل التحليل عنده سليمة يبتدي على طول كمان بألفا مولتي فيتا. هيلاقي نشاط وهيحس بالنشاط من ثالث يوم استخدام. ثالث يوم هيلاقي نفسه عنده نشاط كويس قوي. المهام بتاعت اليوم بقدر يعملها ويكملها. يمكن كمان أعتقد أنه أستاذ جورج قال أنه عنده أرق وعنده هالات سودة. أهم حاجة كمان إحنا في الشمس إحنا دلوقتي في الصيف ما ينزلش أبدا يتعرض لأشعة الشمس اللي هي الضرق. هتغمى أكتر مع وقت الإرهق ده. هيأخذ الفيتامين ويحط السام بلوك. الفيتامين كمان هيرطب له لأن أحيانا كمان الهالات السودة نتيجة جفاف شديدة وأكسادة البشرة. وطبعا كمان من نسبة الحديد يعني أنت لازم برضا تقول للوقت أن احنا نعمل تشيك أب على فكرة العظيمة. يعني كل ست شهور نعمل تشيك أب على كمبيوت بلد بيتشر السيدات ورجال مرة في السنة يتطمينوا على وزارة الكبدو. ليس هيجرى حاجة. أنا فكرة كان القنسبت الماشيين به أهالينا زمان أنه تشيك أب كل سنة نطمئن الدنيا فيها. عشان لما بتظهر أعراض معينة راح بيبقى لسه مش عارف. في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي محتاجين المناعة تبقى أحسن. أطفالنا كمان مناعتهم. هتكلمك على الأطفال بقى أولينا مسموح للأطفال ياخدوه من ألبا مالتي فيت ولا ألبا مالتي فيت؟ مسموح لا من سن المراهقة. يعني أربعة تاشرات. أربعة تاشرات ماشي. بالضبط. هياخدوا ألبا مالتي فيت وأنا يمكن كمان أعتقد أن فيه دلوقتي امتحانات وفيه مذاكرة وفيه حاجات. بجينا التليفونات دلوقتي عايزين. حتى بعتولي على السوشيال ميديا يا دكتورة دينا أن احنا في وقت متحانات رشح لنا. ناخد فيتامينات إيه لأن الكثير بتلاقي التركيز عندهم قل سنة. المواد كثيرة. برشح لهم أكيد ألب مالتي فيت هيلاقوا التركيز عالي. هيلاقوا نشاطهم عالي. هيلاقوا طاقتهم أعلى. لأن هو بيسرع حاجة سمع عملية الأيد وعملية التمثيل الغذائي. برشح لهم أكيد ألب مالتي فيت. بس ما منقطرش على الكابسولة اللي احنا مصرحين بيها. اللي هي كابسولة واحدة في اليوم. عايزين ناخد أكثر من كده. ده تحت بيبقى يعني تسأل الدكتور أو يسأل الدكتور. لو محتاج فيتامينات أعلى عن الكابسولة اليومية بتاعت ألب مالتي فيت. طيب نتكلم بقى شقة تاني عن الحوامل والمرضعات. ممكن بقى ما ننسهمش معنا في الحلقة. طبعا طبعا. قلنا بقى لو هي دلوقتي حابتي أثناء فترة الحمل. أو ما بعد فترة الحمل أثناء الرضاعة. الحامل طبعا قلب مالتي فيت رائع لها. لأنه فيه فيتامين ومينرز هي محتاجها. هو دخله فوليك أسد. وكلنا عارفين أن السيدة الحامل حتى قبل ما بتخطط الحمل. بتبتدي تاخد حمض الفوليك. ده أحد مشتقات فيتامين بي. لأن الكوليك أسد هو اللي بيمنع عن تشوهد الأجنة. قلب مالتي فيت رائع في كل الفيتامين. تسأل الدكتور لو محتاجة مكمل في كالسيوم أعلى شوية مع قلب مالتي فيت. عشان الحمل من بعد الشهر الخامس بتحتاج جرعة مقصفة من كالسيوم. طب خلينا ناخد تليفون معنا الرحمة من المونوفي. أهلا وسهلا. تفضلي أستاذ الرحمة. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ الرحمة. أهلا بك يا حبيبتي. أخبارك إيه؟ سلام الحمد لله. أقول ليلي أنا معيك. أنا طالبة وعندي 20 سنة. ومزاكر طبعا فترة امتحانات. لكن أنا مش بركز وبنصر بسرعة. لسه يا رحمة. مش ببقى عارفة أنه أركز حتى في الامتحان. طيب عايزاكي. تجربة معي ألف مالتي فيت. عشان عايز أقولك يمكن ناس. يعني طلاب برضو بعتولي وسألوني. نستخدم إيه؟ فأقول لهم استخدموا ألف مالتي فيت. هتستخدمي ألف مالتي فيت. هتلاقي نشاطك أحسن. هتلاقي طاقتك أحسن. هتلاقي المود أحسن. أحيانا يمكن كمان يا عظيمة. الحالة النفسية. حالة نفسية بتأثر. وامتحانات وتنشنة. ما تنشنيش. وركزي في مذاكرتك. واستخدامي ألف مالتي فيت. كابسولة واحدة في اليوم بعد الفطر أو بعد الغداء. هتلاقي نتيجة معاك ممتازة. في خلال ثلاثة أربعة يام. هتلاقي التركيز أحسن. وهتخشي الامتحانات. وهتنجحي وهتتبسي. وهتتكلميني تقولي يا دكتورة دينا. ألف مالتي فيت. عمل معي نتيجة حالة. هم بيقصي بصراحة لطلبة دول. أنا شايفة هم بيبزروا مجهود رهيب. حبايبي يفكتر خيرهم. الفكرة دي بتحصل. بتتكرر مع ناس كتير. حتى الأطفال الأصغر سناً من رحمة. يعني ممكن يحصل في سنة الـ 14-13. أشكرا سألتك. قلتلك هو مهم اللي بينسوا. يعني ممكن يبقى طفلة صغيرة وتنسى. أو ما تركز فعلاً. فده سبب لهم التوتر. طبعاً أكيد أكيد. أنا شايفة. أنا أتبسطت بي وخدت لي. علشان نسبة الفيتامين بي. والخمسمية. النسبة بتاعت فيتامين سي. وطبعاً الزنك أنتوا أعلى نسبة في الزنك. عرفت أنا قارنتوا بحاجات تانية. طبعاً أقول أسماعك. بس أيتفعل أنتوا الأعلى في نسبة الزنك. بالضبط. دي هيلة. الزنك حلوة قوي قوي. حتى كمان للرجال. سيداء هو بيدعم الخصوبة. بيحسن الخصوبة. وليس علاج مريض العقم. طبعاً بيستشد كل فكورة. لكن الزنك رائع لتدعيم الخصوبة عند الرجال. ورائع للمناعة للستات ورجالة. كمان. قلب مولتيبيت يا ريت. اللي بيتفرجوا علينا برضو أرجع. وقرر أصور العلب. عشان أنا ما عنديش بديل في السيدليات. الجماعة صوروها وصوروا الأرقام الموجودة على الشاشة. عشان حضراتكم تقدروا تتصلوا مباشرة. محافظات بأخبارها إيه في القصة دي. نوصل لجول محافظات. نحن عندنا مغلطية محافظات مصر كلها. وموجودين في السيدليات في جميع محافظات مصر. فطبعاً الخيار لستادة المشاهدين. السيدة أو الرجل بتفرج علينا. يأما بيشترون من السيدلية. يأما مش قادرين ينزلوا في الحر. بيكلموا عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة. وبتلبوه أونلاين. طبعاً أرقام الثلاث أرقام دول. أرقام شركة بايو ناتشرال. المنتجة لمنتج ألف أو أيل بي مالتي فيد. أرقام الثلاث.